تفقد السيد أحمد شيخ عبدالقادر محافظ اللاذقية الواقع الخدمي في مدينة القردحة واطلع على واقع الأسواق واستمع إلى أراء المواطنين ومدى التزام الباعة بالتسعيرة الرسمية حيث أكد على تجديد الرقابة التموينية كما تفقد واقع العمل في المخبز الآلي واطلع على نوعية الخبز المنتج ومدى التقيد بالوزن والنوعية واطلع على واقع العمل في مديرية مال منطقة القردحة وعلى المجمع الحكومي حيث أكد على تفعيل الجباية من خلال العمل الميداني وشدد على رفع سوية العمل ونظافة المبنى فيما أوعز السيد المحافظ بفرض عقوبات بحق المقصرين بالعمل في بعض الأقسام الحكومية كما تفقد المحافظ سير العمل في مشفى الباسل بالقردحة وجال في العيادات والأقسام واطلع على آليات تقديم الخدمات للمرضى من علاج وأدوية إسعافية تواجدنا اليوم في مدينة القردحة حيث بدأنا جولتنا الاطلاعية إلى الأسواق واطلعنا على واقعها واتخذنا بعض الإجراءات بحق المحلات المخالفة ولاحظنا عدام الرقابة التموينية فعفينا مدير التموين ثم انطلقنا إلى الجهات العامة حيث التقينا بالإخوة المواطنين المراجعين لهذه الدوائر واستمعنا إلى همومهم وكذلك التقينا بالعاملين بهذه الدوائر وعطيناهم التعليمات اللازمة بمعدل 90 ألف مراجع بهذه السلاسة أرباع الأولانين من السنين تسع شهور بيتوزعوا على العيادات الخارجية 60 ألف مراجع للعيادات الخارجية و30 ألف مراجع للإسعاف وفي 6 ألف قبول ضمن المشفى خلال هالتسع أشهر الماضي من هالعام هذا وهذا رقم جيد يعني ما كان موجود بالسنوات الماضية وفي نهاية جولته عقد اجتماعا لمجلس مدينة القردحة بحضور مدراء المؤسسات الخدمية وحضور المخاتير ورؤساء لجأن الأحياء وأعضاء مجلس المدينة تم فيه مناقشة واقع المشاريع التي يجري تنفيذها من صرف صحي وتزفيت شوارع وصيانة عامة تخلل الاجتماع مداخلات من السادة الحضور من قرر أنه في بعض الملاحظات والعيوب أكيد والنقص والذي يشتغل دائما إجماري فيه عنده نقص ونحن على تواصل دائما مع المواطن منقدم الخدمات اللي مطلوبة منها طبعا بالدرجة الأولى عنها هي النظافة اللي عم نحاول جهدنا ضمن هالظروف هاي نقوم بالواجبنا فيها بالنسبة للأمالات نحن عنا هون كمجلس مدينة نهتم بالأمور التنظيمية شق شوارع جديدة تزفيت أو مشاريع صرف صحي بالإضافة للعلاقات الاجتماعية مع الأخوة المواطنين تفعيل دور الرقابة والالتزام بالقوانين العامة في جميع الدوائر الخدمية هو موضوع حيوي سيكون متابعا في زيارة متتالية لضمان حسن سير العمل في المحافظة